عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعاً لبحث التجاوزات في القنوات والبرامج الرياضية وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس المجلس كرم جبر أنه لا يزال في اجتماع مستمر ومغلق لاتخاذ قرارات عاجلة لضبط الإعلام الرياضية نهتم بالجالم المتعلق بنا فقط وهو المشهد الإعلامي وده سبب تدخلنا والمجلس في حالة انعقاد مستمر عندنا اجتماع بكرة واجتماع بعد بكرة وبنتابع كل ما ينشر وسنبادر باتخاذ قرارات حاسمة وحازمة تجاه أي خرقات من الآن وقد تصل هذه القرارات وإحنا يعني ندرك ما نقول إلى حد سحب ترخيص القناة اللي بترتكب هذه التجاوزات وإحنا بنوجه مش نداء ولكن بنطلب من كل القنوات وكل البرامج الرياضية أن تلتزم بالحيدة والموضوعية وكفاية يعني حالة الكراهية اللي أصبحت بتسود الوسط الإعلامي الآن والحقيقة اللي بتنعكس على الشباب بطريقة بتنزر بالخطر الحقيقي كل واحد يحكم ضميره ويحكم أخلاقه فيما يتم بسه من برامج رياضية لأنه إحنا خلاص وصلنا إلى حافة الخطر والمجلس المسؤول عن المشهد الإعلامي لن يتوانى في اتخاذ أي قرار لضبط هذا المشهد